أهلا بحضراتكم مرة تانية بكرة إن شاء الله سيكون في اجتماع طارق لمجلس إدارة النادي الأهلي الساعة 5 بالليل وكابتن محمود خطيب رئيس النادي وجه الدعوة إلى مجلس الإدارة العقد اجتماع في الخامسة مساء غد الأحد بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وذلك العرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدور الأبطال جاء ذلك بعدما عقدت لجنة إدارة الأزمة اجتماع عن ظهر اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة كافة الأمور في مقدمتها أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يخطر الأهلي بمكان وموعد المباراة حتى الآن تكيلين يا جماعة لحد دلوقتي اتحاد الأفريقي ما بعدش النادي الأهلي أي حاجة أو أي اختار مضمونه معاد ومكان المباراة كما أن كاف لم يرد على طلبات النادي التي أرسلها منذ ثلاثة أيام والتي تضمنت تحديد حصة الأهلي في تذاكر المباراة وأسعارها حصة الأهلي هي نصف ساعة الأستاذ يعني ده المطلوب ده طويعي بما أن هي مباراة وحيدة لنهاية دورة أبطال أفريقيا من المفترض أنها يكون عملها محايد وده ما حصلش لكن من حق الأهلي يكون عنده نصف الساعة يعني وكذلك مسؤولياته عن حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم من أكفأ حكام القرى أشك والاستعانة بطاقم تقنية الفار من أوروبا وبناء عليه تمت الدعوة لإجتماع المشار إليه كل طلوبات دي الأهلي أرسلها من ثلاثة أيام كمان ومحدش رد عن دي الأهلي يعني وأنا بقول لحضراتكم هوا أنا بقول لحضراتكم ككورة لو ماتش ده تلعب كورة بس كورة هنكسب بإذن الله تعالي بقعون الله هنكسب لأن إحنا أفضل بكتير فريق الودات فريق كبير فريق محترم إمكانيات كبيرة جدا على مستوى الفني تمام جمهور كبير قوي قوي في الحقيقة ما حدش يقدر ينكر ده خالص لكن ككورة إحنا أفضل فنيا أفضل بكتير بدنيا إحنا أفضل والواحد كان حريص جدا ونتفرج على الودات في الماتشين بتقع بيترو قتلتكم يعرف الدنيا ماشي إزاي لا إحنا أفضل لو لعبنا كورة بس لو ماتش ده كورة بس نفيش أي توجه زي الملحوظ ده في الملعب كمان بإذن الله هنكسب بالمناسبة بالمناسبة يا جماعة لأن في ناس بتحاول تاخد الموضوع في سكة محدش هيقبالها خالص الواحد بتابع السوشيال ميديا ويشوفه عندنا صاحبنا من المغرب وصاحبنا وطبعا من مصر كتير وكلام من ده في البعض من هنا ومن هنا لأسف شديد واخد الموقف تعنادي الأهلي في توجه تاني خالص والغرض منه يعني إيه أنه بتتحاول تتعكر صفه العلاقة ما بين جمهورين كبار زي جمهور الأهلي والوداد وما بين شعبين كبار الشعب المصري والشعب المغربي وده عمره ما هيحصل كل الاحترام والتقدير للمغربة كلهم إخواتنا وحبايبنا على راسنا من فوق كل الاحترام والتقدير للوداد ومسؤوليه كل الاحترام والتقدير للعبة الوداد و Pi الجمهور الوداد مش طرف خالص المقصود هو الاتحاد الأفريقي هو ده المقصود لازم يا جماعة نحط النقطة على الحروف في النقطة دي لأن فيه ناس على السوشيال ميديا بتحاول تبوز الدنيا بس مش هتنجحوا في كده والله خالص العلاقات ممتازة بمصر والمغرب على كل المستويات واحتفظ الممتازة ومحدش هيقدر يحاول حتى يحاول أنه هو يبوز العلاقات دي فلازم يكون في وعي عند الجماهير المغربية ووعي عند الجماهير المصري موقف النادي الأهلي الغرض منه مواجهة الاتحاد الأفريقي والغرض منه الأهلي بيطلب حقوق وكل واحد بيشوف حقوق من وجهة نظر بس غير كده ما فيش أي حاجة تانية والله خاطئ كل الاحترام التقدير للشعب المغربي